ينتظر المستثمرون حول العالم هذا الأسبوع قرار زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط مخاوفة خيمت على أسعار الأسهم في بداية تداولة الأسبوع إلى هذا المبنى تشد الأنظار وتضبط عقارب ساعة الاقتصاد العالمي في انتظار مخرجات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيدوم يومين كاملين وقبل هذا تأثيرات اجتماع المركزي الأمريكي على الأسواق العالمية بدأت حتى قبل إعلان القرار المرتقب برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وبيانات الناتج المحلي المرجح أن تكون سلبية مرة أخرى لن نتوقع أن تنتهي موجة السوق الهابطة حتى ظهور دلائل على أن البيانات الاقتصادية قد وصلت بالفعل إلى مساوياتها الدنيا ساعة قبل بداية اجتماع أقوى مؤسسة مالية عالميا اللون الأحمر يطغى على الأسهم الأوروبية على غير ريداكس الألماني الذي تراجع بنحو نصف نقطة مئوية وعلى ذلك النحو تراجع جل مؤشرة الأسواق الأسيوية دون استبعاد أن يطال الانخفاض أسواق أمريكا الشمالية لا نزال نتوقع هبوطا للأصول ذات المخاطر إذ أن المخاوف بشأن الركوط تتراكم كما أن البنوك المركزية ما زالت ملتزمة بمحاربة التضخم على حساب تحقيق النمو رفع سعر الفائدة الأمريكية المرتقب رسم لتداولات متقلبة في أسعار الذهب والنفط وبعثار أوراق المستثمرين بالتزامن مع تسجيل تراجع بالنشاط التجاري في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عامين ولأول مرة منذ أكثر من عام في منطقة اليورو يرغب المستثمرون في قياس اتجاه أسواق الأسهم بعد التعرف على نتائج لجنة السوق المفتوحة لاتحادية الأمريكية والنتيج المحلي الإجمالي من الواضح أن الاقتصاد يتباطع وفي مواجهة التضخم المتصاعد لمستويات تاريخية من المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأربع على أن يعقبه اجتماع آخر في سبتمبر المقبل